من التنين للجمعة وصفات جديدة وبتجنن وأسرار عن عالم المطبخ انطروني ساعة عشرة صباحا بتوقيت بيروت وبإعادة خمس المساء معي أنا شاب شادي زيتوني من شركة عشرة على عشرة على راديو تموز الإلكتروني أهدي تحياتي لكم جميعا تحياتي لكل القيمين على راديو تموز أهدي تحياتي لكل متابعين راديو تموز الشاف شادي وأسرار المطبخ واليوم مش أسرار اليوم معلومات يمكن لكتار منكم يقولوا إيه هيدا سر ما كنا نعرفه بس هي الحقيقة مش أسرار هي معلومات اليوم والمعلومات كلها اليوم رح تكون عن المجتمع الياباني الشعب الياباني المطبخ الياباني والعادات اليابانية بديول كمان شغل اليوم أو مقدمة صغيرة لهالموضوع نحن بس نروع على على أي مطعم تنقول لبنيني بمجتمعنا العربي هاي كيفك مش الحال تمام شو عندك ولا عندي حمص وعندي حمص كذا وعند الحمص معمول بهالطريقة والمحمرة الشفية المحمرة هايدي معمودي كذا واليوم عاملين طبق كتير طيب هالطبق اسمه كببي كببي نيي بس الكببي نيي مع الأذوكالة لأنه معمول يعني يعني هالطريقة يلي منسميها باللغة الإنجليزية يعني بيحاول الشاب يبيع من الأطباق الجديدة الموجودة عنده أوكي مع الأطباق التقليدية الموجودة ونحن بنوح معه ونقعد ونحكي بناخد راحتنا بنسأل بننزل بنجرب ما منخاف لأنه هيدا مجتمعنا كما إذا منروح على اليوم مثل مطعم سعودي مطعم خليجي مطعم مصري أو غيره أو غيره أو غيره من البلدين العربية فبتلاهون منتشجع أكتر وأكتر للأسئلة ولا تجربة أطباق نحن ما منعرفها أو مش دايقينها من قبل أما إذا منروح على مطباق ياباني يا أمي يا أمي يا أمي أول شغلة صعب التواصل شوي صغيري مع هالويترز تطلع قدامنا فليبيني تشن 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 بتونا أماجي تاكو نوكي ساكدرونيك تطورة ترنايا كاتوكي أوكي يعني ما سيدنا نحن منستحي أنه نسألة لأنه واشي منحسهم مستعجلين كثير اثنين ما منخض المعركة لأنه يمكن معنا المعلومات الكافية ثلاثة ما بدنا نخض المعركة حتى نقول نحنا فهمانين إنه بتقلي أنا أوه تاكو يحكي آه بعرفها عدة مبارح كنا نحن وياها أوكي ينشي منها النوع فمنفوت بأسامين ما منعرفهم فاليوم خلينا ناخد من خلال كمان أسرار المطبخ ناخد هالأفكار مش كل الأفكار بس عالقليلة من بعد هيد الحلقة إذا رحنا عمطعم ياباني وسمعنا لها شي كلمة نعرف عالقليلة إذا حفظناها من شو بتتكون وشو هي وكيف ولاش وهاك ساعتا نصير منشوف حالنا على ياليك يعطيني اثنان تاكو ياكي واثنان اوماجي واثنان تاكو ياكي واثنان واحد ياكي توري أوكي يعني صرنا كمان نوع أمال طيب هلأ في علاق كتير كتير كبير في معرك كتير كبير عم بتصير في تاريخ مش معروف من أي متبلش ولمين بيرجع والسوشي اليوم يابانية أو صينية ما في شي بيقول ما حدا هلأ في منكن يقلي انه السوشي هو اكدوا انه صيني أو ياباني ما في مراجع ما في تاريخ بس أكيد المعروف انه يستعمل اكتر واكتر اليوم باليابان يعني منحص باليابان استعماله عم بيكون اكتر من الصين مع نصين اكبر بكتير اوكي وهيدا هو الاحساس اللي نحنا ماشيين فيه بس ما فينا ندخل ونقول انه نحنا اليوم والله في مراجع معينة بتحكي عن تاريخ السوشي يرجع الى اليابان او توكيو او غيرا او غيرا او غيرا طيب شو بدنا بشغل انحنا بدنا نريكل سوشي بدنا نريكل ياباني وبعدين يبطيخ يكسر بعده المنطق اول شي الياباني بيعتمد كتير على الرز بيعتمد على الماكروني وبيعتمد كتير على الخبز الآن الخبز من زمان قبل القرن التاسع عشر ما كان موجود الخبز فبس يعني الخبز يعتبر دخيل على اليابان بس دخل الخبز صار اكيد استعماله اكتر واكتر وصرنا عم نشوف يعني انه عم يستعملوا اكتر بس بس نروح لعندهم على المطاعم ما حدا بيقدم لنا خبز وخبز صخن وهودي غير موجودين بس بمجتمعهم بشعبهم اكي عندهم هيدا العادية واكيد عندهم هالقصبتين اكي هالعودين يلي بيأكلوا فيهم بطريقة من اول ما يخلقوا بيرقت حبة الرز بيجيبها بيتموا اكي بطريقة نحنا منضل ساعتين تنموش فيها اكي حبة السوشي وبتزمد بالصوية من هون وبتقع منها على الارض سبحان الله انا بعدني لجاء وانجاء بعرف استعمالها وبعرف كيف بيكبشوها ودايما بيخطلها من غيطة بحيك قصص بس انهم سبحان هيدا العادية مع شعبهم واكيد مطبخ هنهم مكون من اسميك ومأكلات بحرية كتير وعندهم اكتر يعني كتير من الاطباق يلي بيأدمو فيها الرز وهو دي الاطباق يعني اذا بيأدمو لكم الرز بوعاء اوكي هيدا بيسمو جوهان اوكي زي شمال رسمعتوا كلمة جوهان معايدا الرز عم يأدمو بوعاء اما بس يأدمو الرز بطبع بيعطول اسم الانجليزي لهو الرئيس اوكي هلأ عندكم كمين الرز بيدخل باطباق كتير غير السوشي اوكي مثل الدنبوري ومثل الاوكايو ومثل كمين السوشي وغير وغير يعني الرز عندهم اوكي بيتكل لوحده وبيدخل باطباق تانية وبيدخل كمين بالسوشي مش انه نفكر يعني مثل نحن فينا ناكل الرز لوحده او الرز مخروط مع اللحمة مثل الرز عجاج مثلا او المنصف او شي من هالنوع وممكن الرز يكون حد الطبخة يعني مثل الرز وبازلة وبازلة وبامية او شي من هالنوع اوكي وكتير من الاطباق اذا ما عندهم رز بشي يعني ما اليوم ما بدنا الرز بحطوا محل ومعكروني يعني بيكون الرز هو موجود بقلب الوصفة بقلب الشربة مش موجود بحطوا محل ومعكروني كبديل لقالوا هني ما عندهم مشكلة بهيدا الشي اول شي قبل ما اتطرق فنحكي اكتر واكتر عن المأكولات الشعبية اللي عندهم رح نروح على انواع السوشي مش كلهم بس على اشهرهم ومن شو مكونين انت بستخدوا المانيو تبع السوشي سحيح يمكن صور قدامكم بتدلوا باسواقكم على الصورة او بكون في رقم حد الصورة تقليلوا اعطيني 412 317 4 مدرشو او طلبية كذا كذا وبيقولولك 4 حبات 4 حبات 4 حبات اول شي لاش موضوع الاربع حبات لانو السوشي اليوم بس ينلف اوكي بالحصيرة وورق النوري وغيرا وغيرا من لقيه انو ما فيدر بيلف حبة واحدة ايني مدلف حصيرة هالحسين بتعمل الاربع حبات ما فيجي يعطي حبتان لقالك انت وبعدين اوكي يترك حبتان تا يجي واحد تاني الا ما يكون عملين اوفر يعني 30 حب هاودي هنه بهذا السعر اما على كارت مجهور واحد يطلب حسب طول الحصيرة اللي موجودة اللي هي اليوم تقطع الى 4 او 5 قطع او 3 قطع حسب نوع السوشي يلي انو تربوه هلا اول شغلة نوع من انواع السوشي هو النيجيري اوكي او النيجيري بيكتب هو الرز يلي بيكون مطبوخ اكيد مع الفينيجر رايس مع خل الرز وبعدين بيخلطوه مع الوسابي وهلا بنحكي بعد شوية سغيرة شو هو الوسابي وبيجي هيدا الرز بينعمل بالايد متل كأنه بشكل هيك بيضاوي طويل وبيحطو عليه من فوق من الاسماك النيج او مرات ممكن تكون مسلوقة من سمار البحر يعني شقفة سالمن فرش سالمن شقفة ريت تونة اوكي يعني سمك التونة الاحمر او ممكن يكون ريدس ناي او ريدس مسلوق وبعدين بيلفوا علي يعني متل كأنه بيمسكون مع بعضهم بورق النوري هو الورق اللي لونه اسود او ميل شوية على الزراء اللي هو مصنع من الطحالب البحرية اسم ورق النوري اوكي صار مير معنا كذا كلمة لوكايو دامبوري ورق النوري النجيري او نجيري اوكي حسب كيف بتقروا اما زم روح على الساشيمي الساشيمي هو عبارة عن سمك ناي بس ما بيتقدم معه شي اطلقا يعني بيجو بيجيب هالري التونة او السالمم او باشكال حلوة بزينة حلوة بيجي بيتقدم السوشي مع السويا بتقدم مع الواسابي وبيتقدم كمان مع الجينجر او كبيس الزنجبيل اوكي صو هون شو بنعمل بناخد نحنا اطعم من الساشيمي اللي هو السمك الناي بنعمل خلطة هالخلطة اوكي اسم جويو اوكي اللي هو خلطة الواسابي مع السويا يعني انت بس تاخدوا السويا تحطوها بها السحن الصغير بتاخدوا شوية صغيرة من الواسابي هالم المعجون الاخضر الحر بنحطو بقلب السويا من حد تيدوب الواسابي بقلب السويا قبل من نغط نحنا اي اطعم من السوشي او الساشيمي او الماكي او غيره اوكي هايدي الخلطة جويو اوكي ففي واحد يوصل على مطعم الجابان ايضا اوكي اوكي ساعتا بيعرف شو بعدنا الشهر الثالث بانواع السوشي عنا الماكي الماكي هو الماكي هايدي كتير نحن نحب هاي هالرز او نحط الحصيرة منحط الرزات اوكي منحط ورق النوري بعدين منحط العلب اذا بدنا من الخيار البيضاء قابلة للدهن من الريد تونة من الكراب ستيكس من الاخطاء ويعني مليون نوع في من الماكي هاودي اكيد اذا نعند انفيني هاودي كل من الماكي اللي بيكونوا مبرومين حلوين اوكي صاروا هلا بيعطونا حبوب صغار هيك لانو عم يعملوا اسعار واطي وصار السمت غالي ساشينمي الماكي هلا هنروح عالقوشي اوكي الاوشي هو طبق قليل كتير واحد يطلبوه هو تابع لعائلة السوشي هو الطبق من السوشي المضغوط اوكي بتحضر بقوالب خشبية وبينحط فيه الرز وبينقلب يعني اوكي يلي بندغط القالب وبعدين الرزات ينبسين متل كأنه سوشي كيك اوكي بها الطريقة اسمه القوشي وعننا السوشي الناري اوكي السوشي الناري هو السوشي المطبوخ او السوشي الناضج هيدا بتحضر الطبق من السمك المخمر يعني بينحشى السمك المنزوع اكيد الجلد عنه كله سوا شو اسمه بينحشى من الملح وبينحط ببرامير خشبية وبينضغط المكبوس ومع كمان الوسعبي شو هو الوسعبي يا وسعبي يا أمي مرة هيك عملت خد على واحد صاحبي وحطيت الوسعبي زيادة يا ماما بعده لليوم هذا من الشي سبع سنين بعده لليوم عم يركض يا معلم بالصحة وعم بيزعت بعضه صوته وواصل لليوم طيب الوسعبي هو مثل نبات الفجل مثل الكرامب أوكي بيسموه باليابان الفجل يعني باليابان عنده الفجل الياباني هو هو الوسعبي وبتستعمل تبعيته الجزرة تبعيته أوكي بيعملوا منها البهارات وطعمته قريب كتير من الخردل الحر يعني بس تشتروا انتو الخردل أو الخردل اليوم انسيان إذا مندوقوا الحر طبع الوسعبي بيروح بسرعة يعني ما بيضاين كتير بتتم مش انه بيروح بسرعة بعد سويني بس مش متل الخردل وهو مش انه واحد بيزرع الوسعبي هو لوحده بيطلع هالجزور بيطلع لوحده بشكل طبيعي يعني حد الأنهر حد الأنهر بالوديين الجبلية باليابان فبيروحوا بيجيبوا هالجزور هايدي وبيعملوا أو يعني أو أو الوسعبي فينا نلاقيه بشكل جزور واحد بيبرشو هلقوا بيني وبينكم وان الوسعبي الحقيقي هو خليط خليط من الفجل والخردل وبيحطوله ألوان أوكي وفي عالم يعني لأنه وجود نبتة الوسعبي بيلاقوها بس ما بيلاقوا كميات منها والطلب عليه كتير فمرات كتير بيحطوا يعني بيخلطوا الفجل محل الوسعبي هلا كمين في شغلة وراء الوسعبي الورقة بيزينوا في أطباء السوشي طيب كتير ونكهتوا حرة يعني مرات منلاقي بعد المطاعم اليابانية بيحطوله لورقة الوسعبي محل الوسعبي وبيحطوا عليها قطعة السوشي أو قطعة السشيمي أو الماكي أو الأوشي أو الناري أو شي من هنهم طيب يا شايف شادي لكننا اليوم صرنا نأخذين كذا فكرة عن عالم السوشي وبعد أكيد فيه أنواع كتير أكتر وأكتر بس أخذنا بس أخذنا خلا نقول فكرة عن هايدي الأنمع طيب إذا ما نروح على المأكولات الشعبية هون وين منلاقيهم منلاقيهم بالمطاعم اليابانية يعني إن إحنا اليوم صحيح السوشي هو أكل اليوم ياباني بس في مرات ما نروح على مطاعم ياباني بإمتياز وبيكون عندهم مانيو ياباني لأن اليابان مش بس متل ما حكيت قبل هي بس سوشي فيه أطباق تانية صار اليوم نحنا بس ندخل مش معناتها عندهم بس سوشي بيعطونا المانيو وعلى المانيو بيكون في أسايم كتير لأطباق مختلفة ومتنوعة كيف نحنا اليوم بس نروح على المطاعم اللبنانية تنقول منلاقي الميزة البردة والميزة الصخنة والمشاوية بس بيكون في عنا شي اسمه أطباق يومية مغربية رزعة جيش كبة بصانية بيم يورز سوفلة هالأصص كصياضية أو غيرها هون كمان نفس الموضوع منلاقيه بالمطاعم أو الأكل الياباني الشعبي أشهر رح أعطي خمسة أو ستة من أشهر أنواع الأكل الياباني أنا بعتقد في شكلتين أنتو بتعرفون أو سمعين فيهم والأربعة البقيين يمكن مش سمعين واحدة من المش سمعين فيها هي الأوماجي هي السمك الحنكليس نحنا منقله أو الأنجليس المشوي وبتقدم فوق الرز يمكن عمل رز أبيض وبنعمل نحنا هالسمك الحنكليس خلانا نقول المشوي وبنحط هيدا طبق الأوماجي كتير كتير مشهور عنا التاكوياكي التاكوياكي هو بيرجع الأصل للصحن كتير مشهور وبنعمل بأوساكا باليابان هي عبارة عن كرات صغيرة كرات صغيرة من اللطحين مع الأخطبوط وبينشوي كتير طيبين أنا حبيتهم كتير في عندكن الأودو أو اليودن خلانا نسميهم هن من الماكروني أوكي مع الأمح وبيحطوهم بحطوهم أو بحطوا معهم الشربة طبع السمك مع الفاصولة المقلية مع السويا أوكي طيبين يعني شو بلعيكم اللي بتاع عرفوها هي التنبورة سمعين كتير نحنا بالتنبورة أنا عندي كتير وصفات أوكي لأنه قصص مقلية حلوة نحنا منحبها هيكي من جولة متل ما بيقولوا هن من الأسماك والخضار المقلية بخلطة التنبورة الفجل المبشور هلا اليكيتوري اليكيتوري طيب كتير بس مش كتير من المطاعم اليابانية بيعملون هي عبارة عن شيش من الجيج المشوي شيش صغير من الجيج المشوي مع الخضرة مع السمك أوكي وبتقدم مع الماكروني بدي أرجع عيد هو شيش من الجيج المشوي أوكي عصيخ صغير من الليون صغار بقلب الصيخ بيكون في من الخضرة وبيكون في قطع من السمك وبتقدم مع الماكروني ما معقول أوكي اليكيتوري شو طيب لأنه نحن منحب الجيج المشوي آخر شغلة لليوم والشغلة عم تسمعوا فيها بالسنوات يعني صارنا 3-4 سنين وأكتر شوية صغيرة دخلت كمان على شارعنا العربي على البلاد العربية كتير هي أو هو التبانياكي التبانياكي أو التبانياكي مش تبانياكي بس كتير بتلفزوها التبانياكي اللي هي عبارة عن شايف بيكون موجود ورا جريل هالجريل بيعمل عليها من اللحمة من الجيج من الريديس أو غيرها مع الخضرة مع البيض بيعمل قدام الزبون نحن نكون قاعدين على هالطاولة المبرومة اللي موجودة عليها لجريل وبنرقي هالشاف عم يلعب بالسكاكين قدامنا عم يلعب بالمشحاب بإيده شي بيكسر بيضة شي كذا ما تبانياكي دخلت كتير لمجتمعنا العربي وصرنا كتير من حبة ولأنه المزيج تبعولها عم يكون قريب كتير من المزيج الشرقي طيب إن شاء الله يكون بهالرحلة الحلوة لليابان قدرنا وصلنا أسرار عن المطبخ الياباني أفكار حلوة أوكي يمكن فيكن تقولوا هلأ ما بدنا الرؤى على مطعم ياباني هيدا برجع لقلكم فيكن تقولوا هلأ اللي بحب المطبخ وبيحب فن الطبخ لازم يكون عنده معلومات عن كل المطابخ العالمية حتى ولو فكرة صغيرة يعطيكم ألف عافية دايما بقول بنهاية الحلقة إن بكرة حلقتها رح تكون أجمل من اليوم باي شركة 10 على 10 متخصصة في تطوير مفاهيم غذائية جديدة إنتاج عروض الطبخ إنشاء القائمة وتكلفة تقديم دورات تدريبية تطبيق الفيديو المحمول الغذائي تنظيم تعزيز الأغذية تصوير فيديوهات الطعام استوديو الطهي العلامة التجارية الكاملة مطبخ وخلفية التصميم والعمليات تنفيذ القائمة والتذوق بناء قدرات الموظفين توحيد الوصفات القائمة والتدريب الموارد البشرية إجراء المقابلات والتوظيف والجدولة تحديد المواقع في السوق F&B 10 على 10 السهيلة الطريق العام N57 كسروان 009619231033 009613219970 E-mail info at chefcz.com www.chefcz.com من التنين للجمعة وصفات جديدة وبتجنن وأسرار عن عالم المطبخ انطروني ساعة 10 صباحا بتوقيت بيروت وبإعادة خمس المساء معي أنا شاب شادي زيتوني من شركة عشرة على عشرة على راديو تموز الإلكتروني اشتركوا في القناة